إلينا مراسل الغد محمد فاضل محمد توقيع هذه الوثيقة هل جاء مفاجئا بالنسبة للأوساط العراقية والشارع العراقي أم كان متوقعا متوقعا وماذا يعني أن هذا التحالف أو هذه الوثيقة لا تعني حسم مرشح رئاسة الوزراء نعم حتى اللحظة لم يعلق سيد العبادي أو حتى تلاف النصر الذي يقوده سيد العبادي حول هذا الأمر أو حول هذا التصريح طبعا من الطبيعي أن تأتلف الكيانات ما بعد الانتخابات أو أن توقع بعض الاتفاقيات قبل الانتخابات الأمر لم يكن مفاجئا لأطراف حزب الدعوة أو حتى للأطراف الأخرى المساندة لها لكنه كان مفاجئ للأطراف الأخرى التي تنافس في الانتخابات وبالتالي توقيع مثل هكذا اتفاقية أن صح الأمر هو أمر طبيعي على اعتبار أن اتلاف دولة القانون واتلاف النصر هما من القوامة التي رشحت من قبل حزب الدعوة وبالتالي هم من رحم حزب واحد أما موضوع حسم رئاسة الوزراء فهو من البديه أن هذا الموضوع لن يحسم إلا بعض الانتخابات ووجود اتلافات أو حتى تشكيل كتلة كبيرة كما يدعو البعض لها خلال هذه الانتخابات كي يعني يخرج بالرحم هذه الكتلة رئيس الوزراء الملاحظ أن ربما السيد المالكي يعني بعد وجود بعض الاستفتاءات وأيضا الدراسات التي أجريت عبر مواقع التواصل اجتماعي أكدت بأن العبادي يحظى بشعبية كبيرة وربما يحصل أصوات كبيرة وبالتالي ربما السيد المالكي يريد أن يناغم العبادي لوجود لإيجاد تحالف جديد في المستقبل أو حتى لم شمل التحالف الوطني طبعا إذا ما استثنين تيار الصدري الذي حسم أمره وخرج خارج هذا التحالف لكن بكل الأحوال لازال السيد المالكي يطمح أيضا أن يرأس رئاس الوزراء وأيضا السيد العبادي يطمح إضافة إلى وجود وجوه جديدة أيضا تطمح معلنة طبعا تطمح أن تكون على سدة رئاس الوزراء وربما ربما نتفاجأ كما في كل انتخابات بوجود مرشح من حزب الدعوة أشكرك جزيلا محمد فاضل مرأس لنا كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر